اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية اكد المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر ان صناعة التأمين في المنطقة تملك امكانات كبيرة للنمو والازدهار في المستقبل المنظور بفضل ما تتمتع به من مراكز مالية قوية رغم ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف اقتصادية استثنائية وقد اوضح الباكر لدى رعايته افتتاح ملتقى الشرقي الاوسط للتأمين ان صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت بمعدل ثلاثة اضعاف في عشر سنوات لتبلغ الاقصاد التأمينية اكثر من 22 مليار دولار وقد بيان الباكر ان مشاريع البنية التحتية وفرت فرصا واعدة لمزيد من النمو في القطاع التأميني كما ساهم تطبيق التأمين الصحي الالسامي في عدد من الدول في اعطاء دفعة قوية لنمو صناعة التأمين الخليجية اكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي حسان جرار للنشرة الاقتصادية مضي البنك قد منا في تنفيذ خطته الاستراتيجية الخمسية للنهوض بمستويات الاداء في مختلف قطاعات العمل في المستقبل المنظور والمحافظة على حقوق المساهمين ومعدل كفاية رأس المال الحمد لله كان من اهم المواضيع اللازم نكون نخلصة للبنك اللي هي اكتفاء رأس المال الرأس المال الحمد لله خلصناه في ديسمبر وكان زي ما حكيت لحضرتك رايتس ايشو اللي هو للمساهمين الحاليين اكتملنا فزدناه بعشرين مليون دينار صنعنا الحين فوق المية وست مليون الحمد لله البنك في اعادة الهيكلة في الطريق الصحيح تقريبا كل شيء في البنك عم بتغير ان شاء الله نحاول الاحسن